في الوقت الذي الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية يعني سحب لواء قولاني من قطاع غزة إلى الضفة هذه أيضا لها دلالاتها ربما دلالاتها العسكرية نشاهد هنا انسحاب دبابات الاحتلال من قطاع غزة ربما لها دلالات أيضا أخرى يعني هناك أراء تتحدث عن هذا الأمر الذي قد يؤدي إلى انفجار شامل في الضفة إذن لماذا يتم سحب كل هذه القوات من قطاع غزة وتعزيز أيضا الأليات العسكرية في الضفة الغربية أرى مختلفة حول الموضوع يعني رأى مراقبون أنه هذا قد يكون له دلالة وخاصة بعد العمليات العسكرية الكبيرة التي يقوم بها الاحتلال في الضفة الغربية للحديث أكثر عن الموضوع ينضم لنا عبر الخط الهاتفي زميل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي محمد أبو علان محمد صباح الخير أهلا بك معنا صباح النورين إذن الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات نحو الضفة تعزيزات عسكرية يعني هذه القوات التي تنسحب من قطاع غزة قيل بأنها ستذهب إلى الضفة تحديدا لواء غولاني ونحن نشهد اليوم مثلا زميل محمد اقتحام واسع لمناطق عديدة في شمال الضفة وهو أشبه باجتياح كما كان يحدث في العام 2002 طائرات مسيرة تقصف شبان داخل مركبة جرفات عسكرية ترافق آليات الاحتلال في اقتحاماتها لكن ربما يختلف بالوقت والزمان والطريقة والآلية لكن هي بنفس الأحداث التي كنا نشهدها في العام 2002 كيف ممكن أن نربط الموضوعين ببعض وخاصة أن هناك جدل واسع داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية حول موضوع سحب قوات من الجيش من شمال قطاع غزة يعني بداية على الموضوع ما يتري في الضفة الغربية اليوم ومنذ أكثر من عام ونفس جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه العمليات مستمرة داخل الضفة الغربية وعمليات القتل وعمليات التجريف والتخريط مستمرة ولكن إذا أردنا أن نركض كلامنا في الأيام الأخيرة قبل عدة أيام كان هناك بيان وتطريحات للجيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يعمل على تعزيز عملياته العسكرية في شمال الضفة الغربية بالتحديد لمنع تزايد عمليات المقاومة ولمنع انتفاضة فلسطينية ثالثة هذا كان حديث رطني لجيش الاحتلال الإسرائيلي عن ما يجري في شمال الضفة الغربية كذلك الأمر واضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع بالضفة الغربية نحو مواجهة شاملة ما يجري من عمليات اختيال تذكرنا بمرحلة الانتفاضة الفلسطينية الثانية استخدام الطائرات المصيرة بالضفة الغربية لعمليات الاختيال لا معنى لها في ظل أن الاحتلال يسيطر على كل الدفة الغربية بمدنها مخيماتها قراءها بالتالي يمكن الوصول لأي مكان ولكن استخدامه لهذه العمليات الاختيال بالضرة الأولى يعني لربما خوفا من عمليات اطلاق النار والاشتباكات مع المقاومة بالإصافة إلى ذلك هو يريد أن نكل استرداد نظرية الرضع في الضفة الغربية ففي هذا الصباح يعني عملية اختيال واختحام لأبو خيم بلاطة صحيفة إسرائيلي اليوم تتحدث عن عملية عزقرية واسعة في طول كريم وبالتالي كل هذا يأتي في إطار الحرب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسط الدفة الغربية مع اختلاف في المتير إلى حد ما نعم طيب الآن المناطق التي تركها الاحتلال بحسب ما هو معلن هي شمال ووسط القطاع وواضح أنه بحسب أيضا تصريحات مسؤولين إسرائيليين بأنه تم إطلاق صواريخ من هذه المناطق هناك انتقادات لاذعة لقرار الجيش بالانسحاب من هذه المناطق الصورة الموضحة ما هي في هذا الموضوع محمد اعتقادي الصورة الصورة الأشمل والأوسع اللي بتتعلق في الحرب على قطاع غزة يمكن اشتقاكها من الرسالة اللي بعتها بني جنت رئيس المعذكر السويوني العذكر الرسمي وعضو الكابينت الحربي وعضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية اللي نضملها بعد الحرب الرسالة بعتها من يمين نتنياهو للكابينت فيها مطالب سبعة مطالب من يقرأ هذه المطالب يرى بأن هذه الحرب على قطاع غزة هي حرب انتقامية فقط ليس لديها اي اهداف محددة على الرغم من انه نتنياهو قال بدنا اننا نقضي على حركة حماس وبدنا نستعيد الأسرة الإسرائيلية اعطينا لفتا عن هذه المطالب لو سمحت المطالب ما هي وده مجموعة من العاشر لليش حكومة الاحتمال قال له شو مع معبر رفح وشو مع ممارف الديل فيه شو مصيرهم هل بدنا نحتلهم بدنا نتركهم شو مع قضية الأسرة الإسرائيليين ما فيه بوادر لا لصفق التبادل ولا العمليات العسكرية أعادتهم شو مع قطاع غزة بعد الحرب مين بدي يحكم قطاع غزة مين بدي يكون مسؤول عن توزيع المساعدات في المناطق اللي رح يخرج منها الجيش الإسرائيلي كذلك الأمر تحدث يعني عن انه شو مصير قطاع يعني مين رح يحكم قطاع غزة بالمجمد هل رح تكون هناك مثلا جهات دولية رح تكون جهات فلسطينية فبالتالي تلاحظي من كل الأسرة اللي ترحات أنه بن يمين نتنياهو لا يملك استراتيجية لهذه الحرب ولا يملك أهداف واضحة وحتى لب الخلاف ما بينه وبين الجدارة الأمريكية أنه ماذا في اليوم التالي للحرب على قطاع غزة كذلك الأمر الخلافات في موضوع صحب الكوات من داخل قطاع غزة أو جزء منها على الأقل يعني بدأت تنتدل عائلات الجنود الذين قتلوا في قطاع غزة أنه عائلات الجنود اللي قتلوا وعائلات الجنود الذين لازلوا في الخدمة اعتبروا في تقليص عدد القوات داخل قطاع غزة هذا سيؤدي إلى مزيد من الخسائر داخل قطاع غزة فبالتالي أنه الأمور باتت كلما انتدت الحرب أيام أخرى تزداد الضبابي إلى أين ذاهب هذه الحرب فبالتالي نصل لقناعة ونحن بنعرف هذه القناعة ولكن الدلائل بتشير أنه هذه حرب انتقامية فقط حرب إبادة جماعية تشنى حكومة من يمين نتنياهو على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي ذات الوقت في الضفة الغربية أيضا بدون أي تأهداف معلنة وإن قضية القضاء على حركة حماس حتى من ضمن القضايا المهمة اللي تحدث عنها بين الجنة قال له نحن بحاجة إلى إعادة تعريف لأهداف هذه الحرب إنه شو اللي بدنا نحكيه ما بعض القصة إنه أهداف هذه الحرب يعني مستحيلة إنه بالعنف بن يمين نتنياهو وكان مع الأعضاء الكابينيت عقد اجتماع في قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي نعم كان هناك جدل بعد ما انتهى الاجتماع إنه مقربين من نتنياهو قالوا بأنه بن يمين نتنياهو طلب من القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي إنه بضرورة العمل على القضاء على حركة حماس من خلال تفكيك ثمانية كتائب لحركة حماس موجودة معظمة في المنطقة الجنوبية إلا إنه بعد ما طلع هذا الخبر طلع الجيش وكان له هذا الحكب مش دقيق ونتنياهو ما طلب منه هذا الطلب بمعنى إنه حتى هذه الطلبات وهذه الأهداف المعلنة عن قضية القضاء على حركة حماس وكتائبها المسلحة ومناظر النخبة باتت مثلا حتى الإسرائيليين نفسهم مش مجتمعين فيها وبادت بتزيد الضبابية حول أهداف هذه الحرب لوين رايحة وإنها حرب فقط من أجل الحفاظ على المصير السياسي لبن يمين نتنياهو وعلى المصير للنخبة السياسية والعسكرية لكي يبقوا في مواقعهم فقط يعني نحن ندفع ثمن بقاء بن يمين نتنياهو وحقوقته وثمن بقاء هارتس هاليبي فقط مش أكثر من هذا الحكم نعم طيب قبل أن أعود مرة أخرى إلى ما يجري في الضفة وربط هذا الموضوع بطلبات جانتس هذه بني جانتس لنتنياهو هل هذه مؤشرات لها مؤشرات أخرى على ربما نية بني جانتس ترك الحكومة أو تعميق الخلافات بينه وبين نتنياهو الذي يعيش حالة من التيه غير واضحة أهدافه وكل ما يفعله هو لأهدافه ودواعي سياسية شخصية هل من الممكن أن يكون هذا الهدف أيضا من وراء هذه الطلبات أو المطالب أولا أولا ما يريده بني جانتس من هذه المطالب ومن هذه المواقف هو مزد يعني كسب مزيد من التأييد الشعبي في دولة الاحتلال الإسرائيلي كما نلحظ أنه بعد ما دخل الكابينات الحربي وحكومة الطوارئ الشعبي ترتفع جدا ويصل عضاء يعني استطلاعات الرأي العام تعطي حزب حوالي 38 أضو كناسة وهذه أرقام غير مسبوكة في الساحة السياسية الإسرائيلية هذا المطلب الأول أو هذا الهدف الأول الهدف الثاني يريد واضح أنه بني جانتس يدفع بنفسه إلى خارج الحكومة يريد الخروج منها ويريد أن يجد مضررات كوية لا تسبب له خسارة سياسية في الخروج من الحكومة لكي لا يحسب عليه بأنه ترك الحكومة في ظل المعركة وبالتالي يريد أن يضع مجموعة من المطالب بكي تكون هي الدافع والأرضية الصلبي اللي راح منها ينطلق لترك الحكومة لأنه داخل المعسكر الرسمي الحزب الجديد يكونه بين جانتس هناك استياء من بطاقه داخل حكومة بن يمين ناتنياهو في ظل أنه التوافق غير موجود حتى داخل الحكومة نفسها فبالتالي السؤال يعني من جماعة جانتس أنه ماذا تفعل بالحكومة الحكومة نفسها مش متوافقة فبالتالي هم خايفين منهم يعني في الآخر نتائج الحرب أيضا تنعكس عليهم فبيطالبوه بنانسحاب ولكن هو يريد بنانسحاب لنكن على أرضية صلبة على أغرى طرح التي لا تسبب له خسارة سياسية لكتالي نعم محمد زميني عودة إلى الضفة وكيف ممكن وصف الحالة اليوم في الضفة بعد التحذيرات من انفجار الأوضاع بها يعني واشنطن أيضا حذرت من هذا الأمر بسبب العمليات التي يقوم بها الاحتلال مثل اليوم في شمال الضفة بالإضافة الاعتداءات المستوطنين المتواصلة والمتكررة وربما هذا الأمر لا يتم تسلط الضوء عليه إحنا منشهد في الضفة عمليات مصادرة أراضي من قبل المستوطنين شيء كبير في الأغوار الشمالية في مناطق متعددة أيضا من قرى وبلدات الضفة يعني هذه الاعتداءات قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع كيف ممكن أن نصف الحالة الحالة في الضفة الغربية يعني كما تحدثنا في البداية ياما تفجرة منذ شهر آذار 2022 يعني لا يفت بالجديد نتيجة ممارسات المستوطنين بالدرجة الأولى نتيجة ممارسات لإحتلال الإسرائيلي وحاليا يعني الأمور غاهمة باتجاه نظيف من التصعيد هناك من يريد أن يعمل على تهديئة الأوضاع في الضفة الغربية لصالح جبهات أخرى بمعنى المواجهة في الجنوب قائمة المواجهة في الشمال قائمة هناك من يسعى لتهديئة الأوضاع في الضفة الغربية ينسأل وزير الحرب الإسرائيلي يواث جلنت الذي طالب بإنخال العمال للداخل والذي طالب الإفراج عن أموال المقاصة يشاركه الرائد بين جنب جادي آيذنكوت حتى بين يمين ناتنياهو بدغوطات أمريكية يريد يريد إدخال العمال للداخل وكذلك الأمر الإفراج عن أموال المقاصة حتى قبل الحرب على غزة بين يمين ناتنياهو كان يتحدث عن ضرورة يعني دعم السلطة اقتصابية من أجل الحفاظ على وضع مستقر في الضفة الغربية لأنه انفجار الضفة الغربية لا يعني فقط احتكاك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وإنما أيضا احتكاك مع المستوطنين الموجودين بمئات الآلاف في الضفة الغربية في المقابل هناك تيار يسعى لتصعيد الأوضاع تحت كل الظروف بإمثال بثل عيد السمترج وإتم بنكفير ونير بركات وزير الاستصاد وكل هؤلاء وكما نعلم أنه وزير المالية الإسرائيل السمترج هو أيضا يجعل منصب وزير في وزارة الحرب يلعى الضور كبير في توفير الدعم للمستوطنين يسعى لتوشعة المستوطنات تحجد أنه سيتكرر في نير السابع من أكتوب في الضفة الغربية العديد من المستوطنين المستوطنات المحادي لمنطقة كالكيلية وفي أكثر المكان بدأوا يروجون أنهم يسمعون أصوات حخريات وأصوات حخر في الليل يتخوفون من أنفاق وتكرار في نير السابع من أكتوبر فبالتالي يطالبون الجيش باستمرار أن يكون بمثل هذه العمليات لمحاربة المضاوة من القضاء للمقاومة الفلسطينية التحديد في شبال السابع الغربية تحت شعار أو فوبيا ما بدأ يعرف لذينه السابع من أكتوبر فبالتالي كل هذا جزء كبير منه بضغط من المستوطنين تحت حج عدم تكرار في مالي السابع من أكتوبر هو بالتالي واضح أنه التيار الساعي إلى مزيد من التصعيد ومزيد من القتل ومزيد من المصادرات للدفة الغربية هو المسيطر حتى الآن بسبب رئيسي واحد أنه غنيانين نتنياهو لا يستطيع أن يخالف سياسة اسمكريت وإتمر بن كفير في الضفة الغربية بالتحديد لأنهم حكومته راح تسكت حكومته بإيديهم فبالتالي هم هم قبل كبان إلى السابقين حكومة بن يمين نتنياهو حتى الانتقادات بحكومة بن يمين نتنياهو من قبلهم من قبل سمتريت وفي كفير كانت في عقاب صاحب للشرق 36 من قطاع غزي وقال بأنه هذا خطأ كبير خاصة بعد انطلاق الثواريخ وإتمر قليل على ذلك لانطلاق صواريخ مرة أخرى من المناطق التي انسحبت منها الفرقة 36 هي دليل آخر على ضرورة الاحتلال والبقاء الدائم في قطاع غزي شكرا جزيلا لك زميل محمد أبو علان المتخصص بالشأن الإسرائيلي تحياتي لك وشكرا جزيلا اشتركوا في القناة